الحرب الاقتصادية تشتد وميليشيا الحوثي تستنجد بالسعودية لإنقاذها وتطالبها بتدخل عبر بوابة الاقتصاد دعت الميليشيا الرياض لإيقاف قرار البنك المركزي بعدن المطالب للبنوك بنقل مقاراتها من صنعاء خلال مدة أقصاها ستون يوماً هذا القرار يعد الأهم منذ أن قررت الميليشيا فصل البلاد وأحداث قسام اقتصادي وإجراء وصفه اقتصاديون بأنه من أساسيات عمل البنك المركزي في الرقابة على البنوك وتنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الإجراءات المالية وبما يحسن أداء القطاع المسرفي المستفيد من القرار هم البنوك والحكومة والمواطنين فيما الخاسر الوحيد هي ميليشيا الحوثي لذا فهي تسعى إلى إحباط هذا الإجراء الذي يسحب البساطة من تحتها ويحرمها من جني أموال طائلة من أهم القطاعات الاقتصادية وبطرق غير قانونية عضوف للميليشيا التفاوضي عبد الملك العجري قال إن الخطوات التصعيدية لبنك عدن تأتي بإعاز أمريكي وأن الحكومة تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتعطيل خارطة الطريق هذه المرة عادت الميليشيا للحديث عن السلام وتطالب الجهات التي وصفتها بالحريصة على تسوية وخارطة الطريق خصوصا السعودية أن تضع حدا للإجراء الاقتصادي للحكومة مما لا شك فيه أن الميليشيا سوف تتخذ الكثير من الإجراءات وذلك لمنع نقل مقارات البنوك من صنعاء وقد تصادر ممتلكاتها في صنعاء لكن البنوك أمام فرصة للقفز من السفينة قبل الغرق فكثير منها باتت تعيش حالة إفلاس غير معلن وكانت الميليشيا قد تحايلت على أموال البنوك وحولتها إلى ما أسمته أرصد رقمية لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها ثم أعقبت ذلك بقانون يحضر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية وهو قرار يمنحها الإسلاء على هذه الأموال اشتركوا في القناة